فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قل إن هدى الله هو الهدى الواجب أننا نتبع الهدى مع من كان نتبع الحق مع من كان ما نتبع الأهواء والرغبات أو نتبع رغبة أمة من الأمم أو دولة من الدول مهما كانت فلكن نتبع الحق مهما كلفنا ذلك ونصبر عليه فإنه هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى